اشتركوا في القناة والقمر الآن موجود في برج السرطان القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 34 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل بما ان القمر موجود في برج السرطان اليوم معنات جميع الابراج اليوم نشعر ان اليوم بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الامان انه لا احبانا من من لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب بذكرياته كالبوم صور رسائل اشياء من هذا القبيل يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة وايضا بوسعنا بالفترة هاي او خلال هذا اليوم الاهتمام بمسائل الها علاقة بالعقارات او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نحكي عنها واللي تأثيراتها من الان بدأت اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاربعاء هي زاوية التثليث الايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون دروتها ساعة واحدة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا مستمر التأثيرات لغاية ساعة الظهر منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الظهر وهاي رح تكون دروتها ساعة ثنتين وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني برضو تأثيراتها من الان ولغاية ساعات الظهر اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي برضو ذروتها ساعة ثلاثة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش برضو تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الايجابية اللي بين الزهر وبين المشتري واللي طبعا هاي تأثيراتها بدأت من يوم 27-22 ومستمرة لغاية يوم 4-3 ذروتها اليوم الساعة 5.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل علينا عملية اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون ذروتها الساعة 10 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها طولة النهار بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين زحل واللي بدأت تأثيراتها من يوم واحد ثلاث ومستمرة لغاية يوم اربعة ثلاث اليوم ذروتها الساعة 23 و33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتسبب بعض التعب والقلق الحذر الميلة الكآبة بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق اللي ممكن انه يضر بصحتنا بالنسبة للحدث اللي رح يصير طبعا اليوم برضو اللي هو انتقال عطارد اللي رح ينتقل مساء اليوم الخميس رح ينتقل من برج الدلو لبرج الحوت الساعة 10.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية صباح صباح يوم الأحد تسعتاش ثلاثة يعني ساعة 4 و24 دقيقة صباحا من يوم تسعتاش ثلاثة خلال هاي الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الحوت بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبتزداد رغبتهم في المطالبة والدراسة والإجراء اتصالاتهم وقيام بسفرياتهم الضرورية بيستفيد معهم كذلك موليد الأبراج المائية الأخرى اللي هم طبعا الحوت من الأبراج المائية والسرطان والعقرب والأبراج الترابية اللي هم الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد في ساعة ولاده كوكب عطارد في برج الحوت من صفات الأشخاص اللي بنولده وبكون عطارد موجود عندهم بالحوت هدولا عندهم قدرة على الإدراك بيتوصلوا لقراراتهم بشكل قوي جدا وعندهم قوة حدث وإلهام برضو قوية جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب وأيضا غشاء الصفاق هدولا الأكثر حساسية مع الجهاز اللنفاوي وعظم الصدر طبعا ما بجوز عمل عمليات جراحية كبرى لهاي العمليات وخصوصا المعدة اللي هم اللي بعملوا التكميم اليوم لا يصلح هذا اليوم لعمليات التكميم، تكميم المعدة أو قص المعدة ممكن عمل عمليات صغرى أو مراجعة أطبة إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أخذ علاج، عمل فحصات، ممكن ولكن كعمليات جرحة لهاي العمليات كبرى لهاي الأعضاء أنا ما بنصح فيها يوصى بإجراء العمليات الجرحية لكافة أعضاء الجسم دون هاي الأعضاء مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن دون المعدة بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان، خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 3-3 بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة 2.22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 3.15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المحدف عمر 10 أيام في تمام الساعة 10.56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بصير 11 يوم، نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد بنسبة 60% الآن، في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30%، في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 3.3 منتحس الآن بنسبة 25%، في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 10%، في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الدلو بدينتقل للحوت ورح يضل في الحوت لغاية يوم 19.3 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 16.3 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25.3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7.3 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثورة حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23.3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم في امور الها صلاة بالبيت والعائلة اهمش انه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم زي ديكور او مشتريات او ترتيب او تصليح وحاضروا من التصرفات العدائية وما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعانوا من بعض الارهاق النفسي او تسمعوا اعتاب او لوم وهذا الشيء يعني بكون سببه الاهمال او الكلام الجارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا اكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان او سفرية او مقابلة مثلا بتقدروا تعبروا عن رأيكم ولكن عبروا بهدوء دون اثارة العداوات وحاولوا يعني هيك انه ما تتحفظوا كثير بدك تكون مرن بطريقة التعامل وما تترك اي مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدى وطيرتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يحصلوا على هدية اهم شي انه تخففوا من النفقات ممكن اليوم بعض موليد برج الجوزة يناقشوا موضوع تمويل او قرض او ممكن يحصلوا على التسوية اللي بيحلموا فيها وبتفتح امامكم ابواب الحوار والنقاش البناء اهمش انه تبرروا مواقفكم بوضوح من اي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم عندكم يعني مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم اهمش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات الاجواء واعدة اليوم بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة وبتحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة وبتعيدلكم النشاط لحياتكم اليومية وتعيي اعتبر هذا اليوم من اجمل ايام الشهر اذا استغلتوه بشكل جيد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم وبكرة لغاية ساعات المساء بظل التعب مسيطر عليكم لان القمر موجود في بيت المتاعب فبتكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وتخلدوا للراحة هذا اليوم يعني ممكن تكون الظروف مخيبة او ربما تحمل بعض الخسائر او الفشل او التعب الصحي فبتكو تنتبهوا حاولوا انه تركزوا بشكل جيد اعملوا بشكل روتيني عشان ما تخيب امالكم لانه هذا اليوم بيحمل تأجيل او الغاء في اللحظات الاخيرة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد احدهم من اي انتقاد لو عابر بناسبة العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل او الاصدقاء وانتو اليوم بحاجة للتحالفات تفرحوا لتفاهم الاخرين لالكم وممكن تحصلوا على تأييد او تشاركوا في ورشة عمل يعني تكون لصالحكم برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اليوم اثبات جذارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للاشخاص الي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعروا وكأنه محيطكم المهني او الاجتماعي ما بيتحاطف معاكم ولا بيتعاون معاكم اهمش انه ما تخشو المواجهة او المنافسة شرط التحلي في المنطق والعقل الراجع وبدون عصبية يعني اليوم هذا بيحمل بعض القلق والتوتر فعشان هيك حاول انك ما تشويه سمعتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقة مع الاجانب او اشخاص خارج البلاد اهمش انك تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا اجمل اللحظات واكثرها حظا وبتختفي المنافسات والعدوات اللي بتسهل عليك جميع تحركاتك اهمش انك ما تقف ساكن وحاول انك تتحرك لانه اليوم هذا لصالحك بقوة فاذا ما استغلته راحت عليك برج القوس ابتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالي المشترك ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض حاولوا انك تتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الاوضاع والاعادة بعض الامور لنصابها حاذروا من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين وحاول انك تعالج المواضيع بدقة وخصوصا المواضيع المالية والادارية برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد ينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاول انك تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وتعتبر هاي فترة شوي فيها نوع من انواع التوتر فالقمر موجود مقابلك فهذا بيكون سبب بانك ممكن تتورط في ازم ما اذا ما كنت واعي للضغوطات ممكن تضطر للابطاء بمسار بعض الامور او الخطوات او تغير نمط معين اهم اشي انك ما توجه اي انتقاد لأي احد وبالمقابل برضو حاول يعني انك ما تعصب نهائيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تدخلوا في اي مواجهة مع اي زميل في هذا اليوم حاذروا من التراجع الصحي غيروا الاولويات اذا دعت الحاجة مات عندوا وباكروا للعمل تفادي لأي تأخير في عملكم يعني بمعنى اخر ضبط الاعصاب مطلوب اليوم وخصوصا اثناء تصريف الامور او اثناء انجاز بعض اعمالكم او اثناء التعامل مع زملائكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب جدا للاشخاص اللي بدهم يعززوا علاقاتهم مع الاحبة اليوم برضو بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة للتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتازة وتعتبر هاي فترة ايجابية جدا بالنسبة لأيكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر